وزعت السلطة المحلية بمدرية العبر بمحافظة حضر موت 2430 حقيبة صحية للنازحين في الخيام وسط صحراء المدرية والمجتمع المضيف ضمن مشروع الاستجابة الطارية للنازحين وتحتوي الحقائب الممولة من منظمة اليونسف وتنفيذ التلاف الخير للإغاثة الإنسانية باليمان على مواد الصحية وأواني منزلية لتخزين المياه لجانب مواد تحقييم صحية أخرى وثمن مدير عام مديرات العبر السالم مبارك الصيعري أشهد بتدخلات منظمة المجتمع المدني والمنظمات الدولية لخدمة النازحين والاهتمام بهم في شتى المجالات لافتا إلى احتياجات النازحين في المدرية وأكد الصيعري استمرارية السلطة المحلية في تقديم كافة أوجه الدعم والتسليلات للمنظمات الدولية المانحة والمحلية للعمل على تخفيف معاناة النازحين الساكنين بالخيام وسط الصحراء